شدد العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة وذلك في ظل الوصول إلى معدلات انتشار غير مسبوقة للفيروس مؤكدا استمرار متابعة الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والتشديد على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبها وأكد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب همية دور أفراد المجتمع كافة في الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا عبر البقاء في المنازل والخروج لقضاء الاحتياجات الضرورية مع الالتزام بارتداء كمامة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة واستمرار اختصار التجمعات على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود وتجنب المخالطة لكونها من أهم الأسباب في انتشار الفيروس وزيادة عدد الحالات القائمة كما أكد على أهمية عدم التساهل مع خطورة الفيروس ويتحمل الجميع المسؤولية الوطنية لحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع من هذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر